عادي الحسان من مواليد 15-73 ابن مدينة مراكوش أبان عن جد وكان تامل عائلة بسيطة جدا وبدأت البداية الفنية الحقيقية في 93 والاحتراف بدأ في 96 مرت من بزاف ديال المراحيل فنية والفن كان من الصغر يعني الهوية كان من الصغر مرت من بزاف المراحيل اشتغلت مع الناس اللي هما يعني عندهم حين كا في الميدان الفني والحمد لله دابا عندي فرقة موسيقية واركستر عادي الحسان معروفة الحمد لله وصلنا الواحد الدرجة في الفن الحمد لله اللي الناس كيشكرونها والحمد لله كان قدمون الناس يعني كان فرحون الناس نشطون الناس في حفلات في دساوقي والحمد لله كان لقاء ويقبل معامل الجمعور هو العرس المغربي يعني الحمد لله هو لا معروف في جميع دول العالم فالله ما رأيه في المغرب يعني الحمد لله انه دابا كانت شتغلو في عرس تكونوا عرساً من الدول العربية تكونوا عرساً من الدول الأوروبية اشتغلنا فيهم وعندهم صادة وعندهم لدرجة أن يقلبوا يجي وديروا العرس في المغرب باش يدوزوا ديك التقص ديال اللحنا العمارية الدورة الفاسية يعني كان إقبال على العرس المغربي مشروع فني ديالي إن شاء الله بإذن الله أنا ما خديش نشجل كاسيت فيديو يعني أوديو أنا إن شاء الله كان أعمل ده باش نصوروا واحد لا فيديو يعني هاد العرس المغريبي بنا نوريوه للناس ادي نديروا واحد إن شاء الله واحد لمشروع ديال عرس موراكوشي يعني ماشي مغير احنا بدنوا نديروا العرس الموراكوشي حتب حتب بحكمة يعني الأعرس اللي دوزنا في الرباط في كازة في طانجة في كذا كل واحد عنده توقوس إحنا يا عندنا تقص خاص بنا إن شاء الله غدي ندير عرس موراكوشي وهو اللي غدي نعطيب الناس يتعرفوش نية التقوس اللي كيدوز من العرس مراكوش من بين الناس اللي انهم خرجوا من مدينة مراكوش وعطاو ومشا الصداد ديالهم بعيدو والفنان طهور ليشافيه ويعافيه راودة بادر واحد العمل الجراحي وتمر فترة نقاها اه يعني من يعني اعطا 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 واحد صورة للعرس العرس والدورات العروسة ويعني بزاف تلح واجوران تماتيك اتعرفوه بان اي يعني اي يدش لكي دور ده بفلم غريب ديال دورة العروسة راه الفنان طهور هو هو الاول اللي بداع فيها تحت لنا فرصة باش نقدموه مع السيد عبدالله فركوس لهارم الفنين المراكوشي المعروف يعني هارم الشاشة المراكوشية والمغربية اللي كانوا رجعوا لي التاحية من هاد المنبر ديالقناة الورنكم اشتغلت معه في تلاتة اعمال العمل اللي كان هو فيلم من الكروم والعمل التاني كان هو ولدمه والعمل التالي كان هو زمان كنزة وبالاضافة اشتغلت الجانب يعني الاستد تاول كبير فنان الكبير سعيد النصيري في فيلم صارع اللي كان تصور دياله بمدينة اقادير والحمد لله الحمد لله يعني على زاتنا شهرة بهذه الأعمال الفنية السينمائية ان شاء الله غادي ندير واحد نزاها في شهر ربعة غادي تكون فيها اوميما ويكون فيها نعمة سيدي تقيتيخات على رأسهم السيبهان عبدالرحيم الأستاذ الكبير ديالنا وغادي يكون نيت سيدي محمد تاني نيت وغادي يكون شوية الملحون شوية تقناويت حتى ديال نزال حقيقية نزال حقيقية هي اللي كيكون فيها شوية الملحون شوية قناوة شوية لعبة شوية ديال لموسيقى شوية الطراب شوية الموال سيكون فيها جميل أنواع